بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا مرحبا بكم يا أصحاب السعادة أصحاب السعادة هو اليوم ده يومهم اللي بنتكلم معاهم وهم مقبلين على الزواج أو حتى هم لو مقبلين على تجديد حياتهم وأنا بسميهم برضو مقبلين على الزواج لأن من أفات الزواج اللي احنا بنعيشها ساعات كتيرة جدا جدا لأن الواحد يحس أن الجواز قطعة واحدة أو الجواز مرحلة واحدة الكلام ده من الصحيح الجواز ده مراحل والمهارة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة لأن احنا بقى أننا فترة بنتكلم عن المهارات الزوجية المهارة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة مهارة مهمة جدا 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 ليه بقى؟ لأن كتير من الأزواج ما يعرفوش أهميتها وما يعرفوش أن هي مهارة حتى ما يعرفوش أن هي مهارة مهمة جدا جدا في الحياة الزوجية حتى لما أنا أقول اسمها الناس عيفهموها حاجة تانية خالص لكنها مهارة مهمة جدا أنهما يعيشوا بيها لأنها هي المسؤول الأول عن بناء المشترك والنطج في الزواج لأنهما لما بيقوموا بيها هيقدروا يوصلوا للنطج الاستقرار الزواجي وبالطالة يوصلوا للسعادة الزوجية أقول لكم حاجة بعض الناس بيعتبروا أن الزواج ده شركة فكل واحد داخل الجواز وهو عارف كل مسؤولياته كلام ده مش حقيقي على فكرة حتى لو ضربناهم قبل الزواج على أنهم يعرفوا في مسؤوليات بتتبني على الأرض على أرض الزواج ولذلك هنا بقى بيبقى مهمة أو تظهر بقى المهارة اللي احنا بنتكلم عنها بقى اللي مهارة إيه بقى؟ مهارة اسمها مهارة الاحتضان الزواجي أيوة أنا أسيبكم تتوقعوا إيه يعني إيه احتضان زواجي؟ الحضن يعني لا هدي بالك بس الاحتضان الزواجي جاي من فكرة المحضن إنه يبقى فيه حضانة وإنك تحتضن شريك حياتك وتقدم له الدعم والمسندة وتوفره البيئة الأمانة عشان يقدر يندق زواجيا عارفين لما ندخل الولد الحضانة؟ الجواز أو الزوجين كمان محتاجين في بعض الأحيين في أول جواز يبقى عندهم حضانة الحضانة دي مين اللي هيعملها؟ اللي اتنين مع بعض لأن الأداء الزواجي بيكون لما نحس وأنه عندنا مهارة دي بيكون أفضل فتكون أنت والشريك حياتك أفضل وتساعدوا بعض على أنه تخرجوا أفضل ما فيكم وأجمل ما فيكم الاحتضان بقى الزواجي ده عناجده تخيل عناجده عبر عنه القرآن الكريم احنا ما ننفعش الآيات اللي بنتكلم فيها عن الزواج وكلام عن القرآن نبص نفهم منها معنى واحد بس ونمشي لا احنا لازم نركز شوي تأمل قوله تعالى والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم هو الذي مثلا الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى إيه وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها طيب إيه معنى كده والله سبحانه وتعالى يقول والذي خلقكم من إيه من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها يبقى في الأيتين في فكرة الإيه؟ الخروج من نفس واحدة والسكينة فتأملوا كده أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنه خلقنا من نفس واحدة والنفس الوحيدة دي خلقنا من نفس واحدة ليه؟ عشان كل واحد فينا إيه اللي حاصل؟ يصل إلى حد السكينة يبقى خلقنا من زوجها عشان تصل إلى حد الاحتضان السكينة يعني إيه الكلام ده؟ يعني فكرة اللي تسكنوا إليها يعني كل واحد فينا خلق من شيء شبيه لي عشان يوصل للسكين يبقى لازم من البداية نفهم أن الزواج مش بس كتابة العقد وإشهاره والشروط والأركان بتاعت الجواز كل ده صح أنا محتاجينه بس ده بيأكد أن الجواز توفرت فيه الأركان والشروط عشان نبتدي الجواز آه يعني الأركان والشروط دي مش هي الجواز ده هي اللي بتخلينا ندخل على الجواز دي اللي بتفتح لنا باب الزواج فده بيأكدنا إيه؟ إن سورة الزواج شيء مختلف عن إن العقد يكون صحيح بس فسورته من هما أزواجه وزواجهم صحيح ده البداية لكن مزالوا هما مش واخدين على وضعية الزواج يعني هي مش واخدين على وضعية الزواج؟ مش واخدين على وضعية نحن مش واخدين على وضعية إن الواحد يفكر كأنه تنين مش واخدين على وضعية الزواج